السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين عمينا يا ربي تكونوا دايما بخير وقبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة لازم ننبهك على حاجة مهمة جدا عزيزي المشاهد لا تجعل مشاهدتك للفيديو تؤثر على قيامك بالصلوات المفروضة فسوف تسأل أمام الله عز وجل عن قيامك بالصلاة ولن تسأل عن مشاهدتك لليوتيوب وتنى حاجة فلسطين سوف تظلي في القلب دائما ولن ننساكي أبدا وآخرا عزيزي المشاهد ما تبخلش علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وانتو شاركنا برأيك في التعلاقات وما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلا بينا وبينشوف جيس انه متعصب جدا وبيقول ماذا تقصد يا ساين اتريدني انه غادر النادية فعلا فبيرد عليه ساين صحيح ما يهم ان تكون من استيلفارد لا يهم ما يكون اسمه لذا لا احتاج لاثنين وحرفيا جيسون حتى ايرين بيكون منزعج من كلامه وبيكمل ساين وبيقول انا امزح فحسب مزحة لا تكون جدين هكذا بفضل الرجي كان انا استمتع بكل هذا يجب ان تعرف انني ممتن لك لكن ايرين بيكون مستغرب وبيقول في نفسه يا لها من كلمات غريبة وبيكمل ساين وبيقول لا تقلق جيسون انت دائما عضو في النادي الحادي والعشرين فحرفيا جيسون بيهدى وبيقول نعم اجل شكرا لك على ذلك فبيقول له ساين انت شاكر اليس كذلك اذا هل يمكنك مساعدتي في حل هذه المشكلة فبيقول جيسون ومتوتر بالطبع ساستمع اليك فبيقول له ساين انا فقط احسست بشيء ماذا عن قتال خفيف فبيكون جيسون مصدوم وبيقول له ماذا هنا حتى ايرين بيكون مستغرب من كلام ساين وفجأة ساين بتغير تعبير وجهه بيقول له لماذا انت خائف مجرد قتل خفيف لا تقلق انا فقط سأجرب بعض الاشياء وفعلا بينتقل بين المشهد وبينشوف ساين وبيضرب جيسون اثناء نزال لهما حرفيا بيضرح جيسون على الارض وبيقول ساين اهكذا تتغلب على السرعة بالبور حرفيا ايرين بيكون مصدوم وبيقول في نفسه انه فقط اختلاف في المهارات وبينشوف ساين وبيقول جيسون يا جيسون ابزل جودا اكبر لست متأكد ان كنت افعلها بالشكل الصحيح وبينشوف انه جميع الحاضرين حرفيا بيصخروا من جيسون وبيستهزأوا بي وانه لا شيء بدون اسم عائلته وحرفيا جيسون بياخد باله من الكلام ده وبيكون مستاء جدا لكن ساين بيقول له ما الذي تفعله هيا وحرفيا جيسون بيضغاز جدا وبيبدأ يصرخ بيوجبتان على ساين وبيوجه هجمة قوية الى ساين لكن ساين بيتفدها بسهولة وبيقول حسنا التغلب على القوة بالرقة وفعلا بيوجه هجمة الى جيسون وبيقول ساين وعلى السرعة بالسقل وبيوجه هجمتان على جيسون وبيقول ساين حقا لا اعرف اذا كان هذا صحيحا ام لا وحرفيا جيسون بيكون ملقى على الارض من قسرة الهجمات التي تلقاها وفعلا بيكمل ساين وبيكمل هجومه على جيسون وجيسون يتلقى العديد والعديد من الضربات الموجعة وبيكون جميع الحاضرين سعداء جدا بمشاهدة هذا العرض لكن ايرين بيكون مستاء جدا مما يراه وحرفيا بيكون جيسون في وضع يرسله وبينشوف ساينه ويتقدم الى جيسون وبيقول له يا جيسون هل ستفقد وعيك بهذه السرعة هيا فلتنهض السرعة بدأت اتقن الامر اخيرا وحرفيا جيسون بيكون مرهوب من ساين لكن فجأة بيقف ايرين امام جيسون وبيقول له ابن برحدة فلتوقف هذا الان وحرفيا جميع الموجودين بيكونوا مصدومين من فعل ايرين حتى ساين بينظر اليه وبيضحك بيقول له ماذا اتحدثني انا فبيقول له ايرين اي نوع من المنافسات هي هذه انه قتال من جانب واحد فقط فبنشوف ساينه وبيضحك بيقول ايرين لا يمكنني ان اكون شبعانا من اول قطمة فقط الا تعتقد اننا يجب ان نأخذ الامر خطوة بخطوة فبيقول له ايرين اذا كان الجدار يمكن ان يعبر عن طريق الضرب اانت كلب او خطة فبيتعصب ساينه بيقول له ضرب لقد مرت فترة منذ ان رأيت رجرا جريئا امامي لذا اظن ان هذا رائع ولكن على اي حال هذه هي مشكلة استلفار ففي النهاية انتم يا رفاق لا تعرفون كيف حتى تتم الامور الى متى ستظلون متمسكين بانجازات اسلافكم ماذا خدمتم لنافاروا بحق الجحيم هلستم فضليين يا رفاق فحرفيا جميع الحاضرين بيكونوا مفقين كلام ساين وبينظر اليهم ايرين باستياء لكن بيقول في نفسه انا اعرف انا غاضب ولكن ليس لدي خيار سوى الاعتراف بالواقع لم تعد عائلة استلفارد عائلة البضل المبجل كما كانت من قبل يا له من امر محزن حقا وفعلا بنشوف ايرين هو بيمد ايد الاخو وبيقول له هيا بنا يا اخي وحرفيا جسم بيكون مصدوم من فعل ايرين لكن بيخضع لي ايرين وفعلا بيذهب معاه وبينشوف ساينو بيستهزئ بيمو بيقول ماذا هل ستغادر فحسب فبيقول له ايرين ايجب ان احصل على اذن فبيرد علي ساين لا الامر ليس كذلك حتى لو ذهب تذكر هذا الشيء الوحيد على وجه اليقين انا بالتأكيد شخص عيد الفضل والانتقام والذي رأيته سابقا واحد من اثنين فبيضحك ايرين بيقول له ليس من الضروري ان تعيد لي الفضل فلنقول انها هدية فقط فبيضحك حرفيا ساينو بيقول له ماذا هدية فبيقول له ايرين لقد منحتك ما كنت تريده بيأس تنوير الكون الدم الحديدي فحرفيا بينسعق ساين من كلمات ايرين وبيكمل ايرينو بيقول له حسنا ولكن لا يبدو ان الامر احدث فارقا حتى مع معرفتي وفعلا بيسيب ايرينو بيمشي وساين بيكون وقف مزهول بيقول لا اصدق هذا وبيسخر ساين من ايرينو بيقول له اذا كنت متوترا جدا قل فقط انك متوتر في النهاية انتم من الشمال لذا لا عيب عليكم من ذلك وحرفيا جميع الحاضرين بيبدأوا بالضحك على ايرينو اخيه وبينشوف ايرينو هو مبتسم وبيقول في نفسه حسنا سنرى من منا سيضحك بالنهاية ستتغير الكثير من الاشياء من الان فصاعدا حتى يعرف الجميع بالنهاية من هي عائلة استيلفارد حقا وفعلا بينتقل بين المشهد الى خارج المجموعة الواحدة والعشرين وبينشوف ايرينو اخو جيسو انهم مخرجين وبينشوف ايرينو منزعت جدا وبيقول اللعنة لم يكن علي ان اتحمل كل تلك الاهانات اشعر بنعصى في صدري وفجأة بيسمع اخو جيسو انه هو بيقول له هذا كل هذا بسبب كأن وبينظر الي ايرينو بيلاقي جيسو ومستاء جدا وبيصرخ عليه وبيقول له كل هذا خطأ كأنت سادرت من النادي ويتم التنمر عليه في الصف وحرفيا ايرين بيكون مستاء جدا وبينظر اليه وبيقول له هل انت خائف من ساين فبيصرخ عليه جيسو وبيقول انه مخيف جدا انه لا يحتم بستيلفارد حتى فبيكون ايرين حزين جدا من سمع هذا الكلام وبيقول له اشعر بالاسف تجاهك حقا يا اخي فبيقول له ماذا فبيرد لأيرين كيف انتهى الامر بستيلفارد هكذا في النهاية كل هذا بسببنا نحن على الاقل اخي الاكبر لم يكن ليعامل بهذه الطريقة حرفيا جيسو بيكون مصعوق من كلام ايرين وبيقول ايرين في نفسه اعتقد انك كنت تفكر بنفس الطريقة ما الذي سنفعله بصراحة لقد تحملته كثيرا تبريرات كافية وشهود كافية وبنشوف جيسو ومستغرب حرفيا من نظرات ايرين اليه وبيكون ايرين مستقى جدا وبيكامل وبيقول في نفسه لا اضيق ذلك لنفعل هذا وبيقول له لقد كنت افكر في ذلك شكرا لك لقد اتخذت قراري وبيسيبه وبيمشي لكن بينادى عليه جيسو بيقول له ماذا لماذا انت ذاهب الى هناك فبيقول له ايرين انت تعرف ذلك اليس كذلك انا لا احبك كثيرا لكنك اكبر مني في النهاية من الصعب التظاهر بانك لا تعرف وعلوة على ذلك اقوال سعين وافعالي من الواضح ان هذه اهانة لاستيل فار وحرفيا جيسو بيكون مسعوق من كلام ايرين وبينتقل بين المشهد وبينشوف ان ايرين رجع تاني الى النادي الواحد والعشرون وبينشوف مما الاثنين وما بيعترضوا طريق ايرين للمرة الثانية وبيقول له ماذا لقد عدت لماذا اما زال لديك عمل فبيكون ايرين منزعج منهم وبيقول لهم اي نوع من البوابات انتم لماذا تقفان دائما في طريقي فبيتعصب عليه ويقول له ماذا هل فقد هذا الصبي عقله وبيندهو على ساين ويقول له ساين هل لا يزال لديك شيء للقيام به مع استلفار فبيرد عليهم ساين الامر متروك لكم افعلوا ما شئتم فحرفيا بيكونوا سعداء جدا هما الاثنين من الكلام ده وبيقول للا ايرين لماذا لم يأتي جيسون معه هو خائف من ان تضربه معا هنا فبيقول لهم ايرين بكل سخرية ألم تسمع شيئا من باران أخيكم الصغير فبيبتسمهم الاثنين وبيقولوله لقد سمعنا بالفعل اتنهوا بالفعل شيئا لقيما لعائلة داريوس فبيقول لهم ايرين وبيتحق هل هذا كل شيء يبدو انني سأضطر للقيام بالامر من الناحية الصعبة فبيتعصبوا عليه وبيقولوله ما الذي تتحدث عنه هل فقدت عقله لكن في اغل من لحظة بيوجه لهم ايرين ضربات مميتة حرفيا وحرفيا بيفقدوا الواعي من شدة هذه الضربات وبيقول ايرين لقد حدث هذا لان الاصغر لم يقم بتعليمكم جيدا وحرفيا هم الاثنين بيسقطوا مخشيين عليهم امام ايرين وسط زهول ودهشة جميع الحاضرين حتى ساين بيكون مستغرب جدا بانه لم يستطع تتبه حتى حركات ايرين وبينظر ايلين ان لا ساين وبيبتسمه بيقول له هاي ساين ماذا عن ان تقوم بقتال خفيف معين لكن ساين بيكون لسه مصدوم بما حصل الاخوان داريوس وبيقول ماذا الاخوان داريوس فبيقول له ايرين بنبر التعالي لا تخف انه مجرد خفيف وبينشوف جميع الحاضرين هم مصدومين جدا مما فعل ايرين وجرأته الشديدة في تحدي ساين بشكل مباشر حتى انه استطاع ان يخضي على الاخوان داريوس في اقل من رمشة العين وحرفيا بتتوجه جميع نظراتهم الى ساين وفجأة بيقول ساين اعتقدت انك شخص قوي لكن اتضح انك كنت مجرد احمق في النهاية وبيتعصب جدا وبيقول ايرين هل فقدت عقلك حقا وحرفيا بيزعر جميع الحاضرين من تعبير ساين لكن ايرين بيستهزئ بي وغله لماذا كل هذه السرسرة لماذا تتردد لقد قمت بها مع الاكبر فلما انت خائف من الاخ الاصغر فحرفيا ساين بيزعج جدا وبيصرخ له بيقوله هيا بنا سأفعلها يا ايرين كيف اوقفك عندما تريد ان توزم فبيقوله ايرين بكل صخرية اذا فلتأتي الي الشيء الذي اخبرتك به سابقا ساعطيك شيء يدعى خدمة ما بعد الباية فحرفيا بينفجر ساين من الغضب وبيهجم على ايرين بيصرفه بيقوله حتى لو كنت مجمونا فيجب ان تكون مجمونا لعينا لكن اثناء ما بيوجه هجم ل ايرين ايرين حرفيا بيختفي من مكانه وبيتفاجأ ساين من اللي حصله وبيتلفت عليه بيقول هل هو اختفى حقا فبيضف ايرين من خلفه بيقوله هنا انا هنا فبيصرف عليه ساين وبيقوله كيف تجرؤ على القيام بهذه الخطعة الرخيصة وفعلا بيوجه ضربة تانية ل ايرين لكن ايرين حرفيا بيتبخر من امامه وبيصدم ساين من اللي حاصل وفجأة بيظهر ايرين مرة اخرى من خلفه بيقوله الى ماذا تنظر انا هنا وبيصخر منه ايرين وبيقوله يا ساين قم بعمل جيد حتى اريك عندما يكون العرض صحيحا حرفيا ساين بيستشاط غضبا من الكلام اللي بيقوله ايرين وبيصرخ عليه وبيقوله حاولت ان اكون معتدلا لقد جلبت هذا على نفسك وفعلا ساين بيبدأ بتفعيل الهالة الخاصة به وبيعمله الغضب وبيصرف وبيقول ساقوم بتحطين فمك هذا لكن في اقل من رمشة حين بيوجه له ايرين هجم خاطفة على وجهه امام زهول جميع الحاضرين حرفيا حتى ساين لم يكن مدركا لما حصل وبيكون مزهول فعلا من الذي قم به ايرين وفجأة ايرين بيكمل صفع ساين على وجهه مرات بعد مرات وبيقوله ما رأيك هل فهمت وحرفيا بيصفع ساين حتى يسقض على الارض وبيكون ساين حرفيا مزعور من ايرين وجميع الحاضرين يكونوا في دهشة مما حصل وبيقوله ايرين ويسخر منه يبدو انك لم تفهم الامر حتى الان هل ستشعر به اذا ضربتك اكثر فحرفيا بيكون ساين مليان بالغضب تجاه ايرين وبينظر اليه وبيقول هل كنت تخبئ انيابك وفعلا بنشوف ان ساين واقع امام ايرين وبيكون مليء بالزعر تجاهها وبينظر اليه ايرين بكل شافقة وسخرية وحرفيا ساين بيستشاط من الغضب وبيقول في نفسه ما هذا اذا ماذا لو كان يخبئ قدراته كيف تجرؤ على لمس احد من الكارلسون وتكون امنا وفجأة بيصرح ساين وبيقول ويليام كابلان هيرتلين علموا هذا الشقي درسا وفعلا بنشوف ان ثلاثة بدأوا بالتحرك من حول الحاضرين وبيقولولك كيف يجرؤ مغفل طائش مثلك على خلق المتاعب هنا وحرفيا بيحيضهم مثل تب ايرينو بيقولولك كنت ارغب في التعامل معك يوما ما اعتقد ان هذا سيكون اليوم فبيضحك ايرينو بيقول له لم تكن هذه مجرد مبارزة ولكن اليس من المحرج ان تكونوا سلاسة ضد واحد خاصة عندما يكون طالبا في الصف الاول وحرفيا بينصعكم من كلام ايرينو بيكونوا محرجين جدا مما يقومون به ويبتسم ايرينو بيقول في نفسه هذا لم يعد نزالا بعد الان ولكن لا مشكلة بالنسبة لي انا متحمس قليلا لارى مستقبل الفرسان الملكيون وحرفيا بيكون ايرين محاصر في وسطهم لكنه يكون سابت بشكل مريب وفجأة بيهجم عليه احدهم لكن ايرين بيتفداها بكل سهولة وبيردلوا ايرين الهجمة بضربة واحدة على وجهه وحرفيا بيفقد الوعي من هذه الضربة فبيسحق ساين من اللي شايفه كل الحاضرين بيكونوا مزعورين وبيقول ساين في نفسه ايبدو هذا منطقيا كل طلاب رفيع المستوى الذين اخترتهم بعناية بنفسي لا يرتقون حتى لاخدام هذا الفتى الحديث وفعلا بيشوف ايرين بينظر اليه وحرفيا ساين بيزعر من نظرة ايرين وبيصرخ وبيقول باراس هل ستظلت شايد فقط؟ وفعلا بيدخل احدنا وبيقول انه شخص مسل حقا هلو عند حدود مستوى الثاني؟ وبينظر اليه ايرين وبيقول في نفسه لديه عينان ساقبتان حقا لقد جعلت بالفعل ضاقتي عند حدود مستوى الثاني فقط وفعلا بيشوف هذا الشخص هو بتقدم تجاه ايرين وبيقول ايرين في نفسه اذا كان كاسين هو سيد الصف الاول فبارس هو سيد الصف الثالث وكما هو متوقع سيخرج في المركز الاول العام القادم وحرفيا بينشوف شخص ما ضخم جدا امام ايرين وبيقوله بارس وبيضحك لديك مهارات رائعة اي الفتى ولكن لماذا لم تحتفظ بها لنفسك حتى تخرجنا فبيقوله ايرين بلا جد سخرية الاستم انتم من قمتم يا رفاق بمهاجمة الشخص البريء اولا فبيقوله بارس بصراحة انت افضل من كاسين قدر بارزة في عائلة جيدة ولديك بعض الشجاعة ايضا لكن رغم ذلك وحرفيا بارس بيبدأ بتفعيل الهالة الخاصة به وبتحيض هالة مكسفة جدا وقوية وبيقول انه نادي لا يمكن لضالب من السنة الاولى ان يأتي ويعبس به وحرفيا بيصدم جميع الحاضرين بيقوله هالة قرمزية انها هالة بارس القرمزية وبنشوف ساينو وبيضحك وبيقول في نفسه لن ينتهي الامر بسهولة حقا انه منظر سمين فعلا وبنشوف ايرينو وبينظر الى تقنيات بارس وبيقول في نفسه عجل الضوء القمر الاحمر الشهيرة دعني اتزوق الفخض فبينظر الى بارس وبيضحك وبيقول له هل تضحك؟ فلنرى كم ستدوم هذه الابتسامة وفعلا بارس بيهجم على ايرين بسرعة خاطفة وبيوجه ل ايرين هجم ابو باشر وايضا بيوجه له العديد والعديد من الهجمات و ايرين تصدى لها وبيقول له بارس وهو سعيد ليس سيئا على الاطلاق يا فتا ولكن تعتقد انك سوف تصمد وانت تصد باستخدام المانة الخاصة بك وحرفيا ايرين بيكون فوضع دفاعي بشكل كامل لكن بينظر الى ايرين وبيقول في نفسه لقد خوضني حقا في النهاية لا يزال هناك طريق ضويلة لكي يكون في المستوى الذي سيكون مشهورا به في المستقبل حسنا انه شيء ما ليس من الصعب السيدر عليه باستخدام الضاقة الداخلية فقط سيكون الامر صادما ان توزن مستخدم هالة دون استخدام الهالة وحرفيا ايرين تعلو على عينيه وجه نظرات الاستياء وبينشوف بارس هو فخور جدا بقوة ضرباته وبيقول لننهي هذا الامر الان وفعلا بيوجه احد اقوى ضرباته الى ايرين بشكل مباشر وحرفيا ساين بيكون مزعور من اللي شايفه بيقول حسنا انتهى الامر وبيكون سعيد جدا لكن فجأة بينصدم وبيقول ماذا وبننظر الى بارس وقد كسرت زراعه ويصرخ من شدة الالم وبيكون جميع الحاضرين مسعوق من اللي شايفه حرفيا حتى ساين بيكون مسعوق وبيقول في نفسه مستحيل كيف يمكن لمجرد طالب ابتدأ في السنة الاولى استخدام وتجسيد الهالة وفعلا بيشوف ايرين هو قد جسد الهالة الخاصة به وقام بتوجيه ضربة الى بارس وبينشوف بارس هو ملقى على الارض من شدة الالم وبيقول ايرين في نفسه هل بلغته قليلا حسنا لا مشكلة انه مستخدم هالة لزا سيتعافى بعد اسبوع وبينظر ايرين الى الحاضرين لكن حرفين الحاضرين بيكونوا متفجئين وبيقول لهم ايرين برؤيتهم ينظرون هكذا يصيب انني هذا بالتوار وبيقول لهم ايرين بلهجة تهديد ابعدوا اعينكم اللعين عني فورا وحرفيا بيسحقوا جميعهم من تهديد ايرين المباشر لكن بيرضخوا الى هذا التهديد وفجأة بنشوف ساينه هو بيصقف ل ايرين وبيقول له لا اصدق ذلك من المدعش ان طالب مبتدئ يستطيع استخدام الهالة وحتى انك هزمت بارس يبدو ان استيلفار لم تموت بعد فبينظر الي ايرين بكل صخرية بيقول له ماذا ما خطبك هل اصيب رأسك عندما ضربتك فبيقول له ساين لأكون صادقا انا مندهش جدا لننهي حرب الاعصاب التي لا معنى لها هنا وبينشوف ساينه هو بيمد يدول ايرين وبيقول له هذه المرة سأخدم اقتراحا صادقا انضم الى نادينا نادي الواحد والعشرون فبعد كل شيء بعد عامين فقط ستكون انت سيد كل شيء فبيقول له ايرين ما الذي تتحدث عنه بحق الجحيم لماذا يجب ان افعل ذلك فبيقول له ساين بسبب العالم خارج الاكاديمية انظر يا ايرين لقد تجمعنا هنا انهم الاشخاص الذين سيقوضون الوضع السياسي لنفاره في المستقبل فكر بما هو افضل لك ولعائلتك وحرفيا ايرين بيكون صامت امام كلام ساين حتى جميع الحاضرين بيتأملوا ان يشترك ايرين في ناديه ويتأملون في ان ينضم اليهم احد اقوى ظلاب الاكاديمية حتى ساين يتأمل في ايرين الانضمام لكن تعلو على عينيه نظرات الكبر والفخر وفجأة بيقباحهم ايرين جميعا بضحكات سخرية مرتفعة جدا وبيقول له كم هذا واقع لستم سوى مجموعة صغيرة من الاطفال اتمنى انك تكون استمتعت معنا النهاردة فتبخلش علينا بعمل شير و لايك و سبسكرايب وما تنساش قبل الختام ان تصال على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيكون لنا لقاء اخر قريبا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته